السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابيكم معي في فيديو جديد وقتراح جديد اليوم ستنشارك معكم الغداد اليوم هنا كما تتشوفوا فانا حصلت التجاج بالخل كما تتشوفوا أعطاني واحد المعكة كما تتشوفوا تكون أكا اللون ديالو غامق يجمع لنا قاعد يكزفوري تكون فجاج كذلك نحصل على واحد تجاج اللي تكون نقي وتيجي بنين في المدق وهنا المرحلة الثانية هي الزيت لتنضيره الزيت القياس هكا في تنجرة وتنضيفه لها ذاك تجاج والخليو يتشحر فيه قلبه عليه جاب جوج ومبعد نضيفه البصلة فضروري هذا المرحلة تنضيرها باش هكا يجمع ليا ذاك تجاج راسه تيجي هكا محمر شوية وبنين وهنا نضيفه البصلة وماطيشات درسانة جوج بصلات كبار ثلاثة الماطيشات مهم الاختيار يبقى لكم بالنسبة للخضرات تمشي على الحساب اللي بغيتو انتوما وبنسبة التوابيل تنخذه بالملحة لبزار سكنشبير كذلك الخرق من بلدي معلقة معلقة ونشحروا العناصر ضروري تنشحروا باش ياخدو لنا هذه البنادي لذيك الدجاج كذلك تنزل مع هذه البصلة وما طيشة ونخليوش هذه التبزارات تتحرق في هذه المرحلة ضروري ضغيط تبزارة تتلسقينا في القاعدة القاملة هنا يطن مرقوك بالمال يتكون طيب ونخليو هذه المرحلة تبدأ تغلي معنا ونضيفو الخضراء ونخليو هذه المرحلة جانبا كما قلت لكم تتغلي ندوزو نحضروا الكسكسو هنا خدمت بكيلو لارو بديل الكسكسو بديل بكيلو يمكنكم بديل العبارة نطلب طلعاته يجيزوين فلكسكسو ندروا لي شوية دي الزيت البلدية نحاولو ندخلو لذيك الزيت البلدية لبسوه مزيان بعد ذيك زويته ونضيفوة كمية الماء فأنا في الأول في هذه المرحلة نخدموه بكمية قليلة بديل الماء كاس فقط يكون كافي أننا نسقيوا بها الكسكسو في الأول لا يحتاج الماء على العكس من هذا الشيء أننا كنا بحلقة فورنا الفورة الأول والتانية فتحتاجوا نسبة دي الماء كبير نضيفوة الكسكس نضيفوة الكسكس ونضيفوة الكسكس ونحن نحركو بلايد ونحن ندخلوه مزيان فأنا شدت تليفون بيد وتنخدم بيد ولكن من الأحسن تخدموه بيد ديكم بجوجة هكا تحاولوا تدخلوه وتحلو ذوك الكورات ذوك التكتولات فالتدخل لدي الماء دخلت في الكسكس ونحن ننزل وهكا تحاول تدخلوه هكا نسرحه يضع نسرحه ونجعله تاته ي مشربه ذاك المام زيان. وبعد المات يغلي ذاك المام نضيفه ربيطة دي القزبور مع الدنس. ونضيفه هكذا اليشو. او الكوور. كذلك اخيزه. ونضيفه او الخضر اللي تاخده لنا شوية شوية طياب. فتنضرهم من الأول وهنا يتنرد عدك الكسكسويفور. بعد ما تباليناها فارفدان سلوة ساعات قريبا حتى الخمسة وعشرين دقيقة. فتنجيبوها كان نسقيه بالماء. هذه المرحلة ما تنضي الزيت. تنكون لبستوه بواحدة كمية الزيت في اللوهل. ونبعد ثاني تنخليوه الزيت تل مرحلة الخرافة. هاد المرحلة تنضيروا للماء فقط. ولكن كما كتلكم تتكون كمية مضاعفة. فانا خدمت بالكاس اللوهل. وتندخلوه مزيان. ما تنضيروش لما هكذا. فبالنسبة لما تكون. نسبة الكسكسوتي يكون هكا سخون. فتنحاول ندخلوه لما تدريجيا. الى كوبينان ما في اخترافة راتي تعجلني. ما تيجيش. ما سيبقاش محلو لها كل. وكيما قلت لكم الكسكسوتي تخدم بجوجة ليدين. فانا شد التليفون بيد. ولكن هكا خدموه بجوجة ليدين. وتنحكو الكسكسو ديانا بل. بني الدينة هكا باش هدوك الكورات او التكتولة تتحلو. تيجي واحد الكسكسو اللي هكا خالي من هدوك التكتولة. تيجي حبا على الحبام فروق. ما تيجيش فيه كورات نهائيا. فانا ترجعت نخدمو بعد ما تنكون اكا تنحط تليفون ترجعت نخدمو. وكيما تتشوفوا معايا فانا يا صافي خدمتم زيان. وتنضيف المقتم محتاجي. فضروري ندخلو له لما نسبة كافية من الماء. باش جيدة الكسكسو معنا رطاب. ما يجيش ناشف او حرش. وهنا ينضيفو في هاد المرحلة الفول. ونضيفو فيه الخضراء. او ماما او حبابا. ماما او حبابا. او القرعة الحمراء. وهنا يهدي الفورة الثانية اللي فورته فراها. كما تتشوفو نسبة المرحلة تترجعت تتنقص معنا. ما تنضيفوش المقانيائيا. وهنا في هاد الفورة الثانية. فراها تنجمعو هكا بليد بصبع ديالي. كما تتشوفو فقرية بيطيب بقاتلي فورة واحدة. الفورة الثالثة والاخيرة. فراها تختمتها بنفس طريقة مش تركتهش معاكم. اختصرت عليكم المراحل. ختمتها بنفس طريقة. هكا تنضيفو ونبقوا نحلو بليد ديالنا. ومن بعد في هاد الفورة هادي. وفي هاد المرحلة هادي. فاشنحطوا الكسو وتندهنو بزيت زيت هون. عادي تنسرحوا في هاد الكسرية. ونبدأوا نمرقوها. كنبدأوا نبدأوا هاد الكسكسو ديالنا. نديرو ذاك اللحم. لك الخضارة كنشكلوهم. المهم تبقى على الاحساب. هاد تزين او تقديم ديال الكسكسو. تبقى على حساب الاختيار ديالكم. وهنا يا كم ماشتم معايا. تيجي واحد الكسكسوها كم شكل. بعدك الفول. كذلك الخضراء المعتادة اللي تتكون في الكسكسو. هاد الفول هذا تضفي لي واحد الامساء هو واحد اللي بنا زايدة. تيجينا واحد الكسكسو هائل كذلك القرعة الحمراء. وهذاك المكور فرا الخضراء تتكون. انا تندي الخضراء هنا غالب على الكسكسو. تيجي واحد طباق هائل صحي. وبصحة وراحة تنتمنى الاقتراح ديالنا الاعجاب ديالكم. وما تخلوش علينا بشي تعليقه ولو يكون ايموجي بحلقة قريب او ايموجياك من اختياركم. وتنتمنى الفيديو واللقاكم في اتمصح والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.